الهدف يكون لدينا من الأول بأن الصور نتشارجها في مجموعة الأجهيز في غالب الأحوال هذه الأجهيزة يكونوا إما موبايل طابلت طابلت في الحالة لاندسكيب لابتوب ولا ديسكتوب بالنسبة للموبايل في غالب الأحوال العرض يكون قل ولا يساوي 180 بيكسل طابلت في الحالة لبوترات ولا فيفتكول العرض ديالها يكون قل ولا يساوي 788 بيكسل طابلت في الحالة لاندسكيب ولا هوريزنتل العرض ديالها يكون قل ولا يساوي 1024 بيكسل لابتوب العرض دياله قل ولا يساوي 1600 بيكسل والدسكتوب العرض دياله اكتب من 1600 بيكسل لأنه يقدر يكون شخص يعمل مثلا بمانيتور فيه 3800 إنش 3840 بيكسل هنا يهضرنا للحالات شائعة كان الحالة شادة ولكننا سنسهل الأمور ونركزه غير على هذا الأمثلة التي نرى في الدرس اللي فات بالنسبة للموقع الأول كانت فيه أصغر image breakpoints هي 300 بيكسل وأكبرهم 1684 بيكسل زائد ثلاثة دياله breakpoints وحدة أخرين اللي هم بالتتالي 768 2024 و 1536 بيكسل المثال الثاني أصغر image breakpoints كانت هي 300 بيكسل وأكبرهم أكسدي والإيماج هذا الماكسمم الذي لدينا هنا يعني بأنه لللابتوب للديسكتوب أو لأي جهاز في ريزوليوسيون كتاب من 1200 بيكسل سيأكسدي للإيماج يعني رغم ما يحصلنا هنا ولكن حددنا غير الماكس هذا الماكس سيقدر أكسدي له أي جهاز في كتاب من 1200 بيكسل في ريزوليوسيون الهدف من هذا image breakpoints في الامتلاب جوج هو يحافظه للبندويد للسيرفر و performance يعني image بحجم صغير pixel density و dimension صغار و image بحجم كبير pixel density و dimension صغار لكي تشارجه الصور بسرعة عن تزائر دي الموقع ديالك ويعطيه واحد يوزر experience ليه يحسن